السودان تشتعل بطائرات الجيش منذ ساعات الفجر الاولى والسفير الهندي لدى الخرطوم يناشد العالم بسبب نهب السفارة الهندية من قبل قوات الدعم السريع والمفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين تعلن عن فرار اكثر من مائة الف شخص من السودان هربا من الاشتباكات العسكرية ومن فلسطين الجيش الاسرائيلي ينفذ قصفا ساروخيا على قطاع غزة والجيش الاسرائيلي يرد على حماس ستدفعون ثمن انتهاكاتكم لامننا فعن اي ثمن تتحدثون يا هؤلاء ومن اوكرانيا القوات الروسية تحرز تقدما في محيط باخموت كما نفذ الجيش الروسي ضربات برية على طول خط كوبيان سيكس فاتوفو وكريمينايا اغنى تصاعد في محيط باخموت وقوافل معدات الناتو مدمرة على طول خط الجبهة اما في ارتيومو فيسك القنابل الروسية عالية الدقة تنكل بالقوات المسلحة لاوكرانيا في المنازل وفي الليل تعمل المدافع المضادة للدبابات من لواء البنادق الالية للجيش الثامن التابع للقوات المسلحة الروسية على قصف وتدمير القوميين الاوكرانيين حسب وصفهم اما في اقليم كراسنودار الروسي وقع حريق هائل في خزان نفط ويقال ان الحريق كان بسبب ضربة بطائرة بدون طيار وفي تصريح خطير بن قوات فاغنر يقول قائد الفرقة الخامسة الهجومية ديمتري بودولوسكي ان ثمانين في المئة من جنود فاغنر ماتوا نتيجة لنقص الذخيرة واضاف قائلا لو كانت وزارة الدفاع قد استوفت طلباتنا بشكل كامل لكانت الخسائر ستكون خمسة او حتى اقل بعشر مرات وبينما ضحايا فاغنر تسقط بسبب نقص الذخيرة بسالة الجنود تقتحم المباني المحيطة بالوحدة العسكرية في غرب باخمود والقوات الاوكرانية تجن المصابين وقال احد الجنود الروس اثناء تصوير شريط فيديو من قلب باخمود ان وضع القوات المسلحة الاوكرانية يتداور كل يوم في المدينة اعلن جهاز الامن الفيدرالي الروسي احباط انشطة تابعة للمخابرات العسكرية الاوكرانية كانت تخطط لتنفيذ هجمات ارهابية في شبه جزيرة القرن وبعد ان تم اعتقال فولوديمير بودفالني قام بتسليم الشبكة الارهابية باكملها وتم عرض شهادة اعضاء الجماعة الارهابية التي تم القبض عليها وفي سفيرسيك وتحديدا في منطقة بيلوجروفكا استقر الجنود الروس في ضواح القرية لكن الجنود الاوكران ما زالوا يحتفظون بالمنطقة الصناعية وقال احد الجنود الروس انشاء مقاتلون نظام كييف خط دفاع قوي على اراضي المصنع وتتسبب ننقلات جنود المجموعة الجنوبية بالحاق الادرار بشكل يومي ونفذ جنود القوات المحمولة جوا الروسية عملية تطهير عند النقطة القوية واسروا جنديين من القوات المسلحة الاوكرانية وتراجع الجانب الاوكراني مخلفا عددا كبيرا من الاسلحة والذخائر كما قام متخصصون من المجموعة الغربية بتعقب معدات القوات المسلحة الاوكرانية والمدفعية الموجهة وتدميرها ومن الجو دمر الطيران الروسي مستودعا للذخيرة وموقع افراد تابع للقوات المسلحة الاوكرانية بل وحتى بواسطة المدافع عيث وان القوات المدفعية لمجموعة الجنوب تدمر مواقع مسلحي القوات الاوكرانية وفي كيريمينايا قام المقاتلون الروس باسر دفعة اخرى من جنود القوات المسلحة الاوكرانية والناقلات الروسية تنسف مأوى للمسلحين الاوكرانيين في اتجاه زاباروجيا اما في سفاتوفو فبطارية الغراد من مجموعة المركز تدعم عمليات هجوم المشاة كما تواصل القوات الروسية على طول خط المواجهة باكمل العمل على مواقع مقاتلي القوات المسلحة الاوكرانية من جميع مدافع المدفعية ومن مختلف الكوادر مما لا يترك لهم اي فرصة في التقدم وهنا نشاهد الوصول عبر المخبة حيث يحاول الجنود الاوكرانيون الاختباء من القصف المدفعي للقوات المسلحة الروسية رئيس المركز الصحفي لمجموعة يوغ في بيان له يقول ان الطيران التابع للمجموعة الجنوبية تركز على احتياطيات اللواء 110 للقوات المسلحة الاوكرانية في منطقة افديفكا واضاف نتيجة للقتال المضاد للبطارية من قبل مدفعية مجموعة يوغ في اتجاه مارينكا تم تدمير طاقم مدفعية العدو ومدافع الهاوزر اما في زاباروجيا صدت كتيبة فوستوك الروسية القوات الاوكرانية وتمت معاقبتهم على محاولتهم الهجوم وقال احد الجنود فقد العدو القوة البشرية وتم تدمير ما يصل الى عشر دبابات وعربة قتال المشأة واحدة لحلف شمال الاطلسي شن طيران الاوكراني عمدا هجوما ساروخيا على مقهى لا غنى الواقع في مدينة توكماك بمنطقة زاباروجيا واسفر هذا القصف عن مقتل خمسة اشخاص واصابة خمسة عشر اخرين نشرت وزاعة الدفاع الروسية فيديو لمقاتلة من طراز سوخوي خمسة وثلاثين تابعا لقوات الفضاء الروسية خلال دورية في منطقة العمليات الخاصة حيث اكتشفت ودمرت طائرة اوكرانية وهنا نشاهد فيديو من موقع الانفجار على خط السكة الحديدية في منطقة بريانسك وتعمل السكك الحديدية الروسية على التخلص من عواقب تفجير قطار الشحن ويشار الى انه تم تفكيك مسار السكة الحديدية وتجري الاستعدادات لمد مسار جديد الرئيس الايراني يصل مطار دمشق الدولي في اول زيارة من نوعها لسوريا منذ ثلاثة عشر عاما حيث سيجري مع الرئيس بشار الاسد مباحثات سياسية واقتصادية موسعة وتوقيع عدد من الاتفاقيات لا نعلم بعد ماهيتها عما بايدن ونائبته كامل هاريس يخططان لجمع تبرعات لحملة عادة انتخابهما للعام الفين واربعة وعشرين فهل تتوقعون نجاح بايدن في الانتخابات المقبلة وكيف برأيكم ستقول الاوضاع في السودان واوكرانيا اعزائنا مشاهدي قناة احداث الكوكب شاركونا اراءكم في التعليقات ولا تنسوا الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد